وعلى ذكر الموقف الإنسانية واللي عجبتني والتي نشيد بها بجد في هذا الشأ هو الموقف اللي خده رئيس مجلس إدارة شركة العربي عربي توشيبة وتلك الرسالة الرائعة لأنه زكي على الله أحداً ربنا يجعلها في مزان حسنات رئيس مجلس إدارة شركة العربي مشهورة في مصر بالعربي توشيبة توكلها ولكنها تصنع مصانع العربي مشهورة جداً منذ سنوات طويلة الرجل حقيقة في مثال يحتدى أرسل رسالة طمأنينة لأكتر من 35 ألف موظف وعامل في مصانع العربي وشركاته رسالة وجهها المهندس محمد محمود العربي للموظفين نيابة عن والده رئيس مجلس الإدارة محمود العربي رسالة إنسانية وحقيقة لما نقول رسالة إنسانية هذا وصف يغني عن أي وصف أعضاء عائلة العربي الكبيرة بالنيابة عن الوالد السيد رئيس مجلس الإدارة الحج محمود العربي أطل الله في عمره ونعمه بالصحة والعافية حبيت إننا أتواصل معاكم مباشرة بكلمة من القلب للقلوب والحمد لله وفضل الله شركة العربي بدأت أسرة وحتستمر بإذن الله أسرة واحدة سواء كان العلد اللي فيها على قد عدد الصوابع أو وصله للوقت اللي إحنا موجودين فيه حوالي 35 ألف أو أكثر العيلة تكبر وتكبر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيها ما فكرناش في لحظة إن إحنا لا نخفض مرتبات ولا نخفض داخل حد بل إن إحنا دايماً بتزود والإحساس ده والروح دي هي اللي بتخلي فيه بركة موجودة فما تقلقوش أبداً طول ما إحنا مع بعض ربنا سبحانه وتعالى معاه اوعى الشيطان يضحك عليكم ويقول الشركة هتتخلع بحد منكم أو هتأثر معاكم لا أنا يعني بفكر حتى مع أخواتي طبعاً بتعلمات الوالد والمهنس إبراهيم والحج محمد إن إحنا يعني حتى نبكر صرف المرتبات نبكر يعني نبضر يعني صرف المنح بحيث إن الناس اللي هي مصاريفها زادت برضو يلاقوا إيه داخل تاني يقدر يعتمدوا عليه في مصاريفهم فيخلوه على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونأخذ بالأسباب وإن شاء الله ربنا حينجينا من هذه الأزمة وتعدى على خير ونبقى أحسن من الأول إن شاء الله حقيقة بالليل يعرف النهار هذه الرسالة سبقتها رسائل عفنة عفنة حقيقة طلعت من رجال أعمال كبار الخير فيها وفي أمتي إلى يوم القيام ليأتي هذا النموذج والذي نتمنى أن يحتذي به رجال الأعمال في مصر وفي المنطقة كلها مع من يعني شئوا تعبوا سنوات ورى سنوات وكانوا سبب بعد الله عز وجل فيه تعاضم رصيد هؤلاء من رجال الأعمال يعني فمش كتير عن ناس دي نستحملها لوقت لا يقارن إطلاقا بسنوات طويلة من العطاء تحية لهذا الموقف وأتمنى أنه ينتشر ويصبح موقف شركة العربي هو الموقف الأصيل واللي بينهج نهجه الكثيرون وأن الناس حقيقة لا تنحاز لأمثال صبور وسويرس هذا نموذج مشرق بإذن الله النموذج ده وتلك الكلمات حقيقة كمان كلمات جميلة جدا نهارده ليلة نص من شعبان كل عام وأنتم بخير سبوعين على بداية الشهر الكريم قادر ربك يغير الحال من حال إلى حال